يودع نفتا لبنت أعضاء حكومة التغيير في آخر جلسة له كرئيس حكومة قبل يوم واحد من ترحي مشروع حل الكنسة وتولي يئير لبيد منصب رئيس الحكومة الرابعة والعشرين يودعهم وربما يودع الحياة السياسية أيضا ويسلم بنت لي لبيد حكومة غارقة في الفوضى أعضاؤها من اليمين يتنافسون على إيجاد طريق للانضمام للليكود والليكود يحاول أن يعمل على تشكيل حكومة بديلة سيناريو يعمل لإتلاف على إفشاله من خلال استبدال أوربخ أحد من الأحزاب اليمنية التي تشارك اليوم في الإتلاف لا يثق بنتنياو ولا يريد أن يكون جزء أو شريك في الإتلاف برئاسة تنتنياو ولذلك أعتقد أن الاحتمالات تضاعلت كثيرا وربما يوم الأربعة سيتم الإعلان عن حل الكنيسة والذهاب إلى انتخابات مبكرة جدول لجنة القانون في الكنيسة كان حافلا اليوم إذ صادقت اللجنة على مشروع قانون يمنع متهما بقضايا فساد من تولي رئاسة الحكومة كما صادقت اللجنة على مشروع قانون تحديد ولاية رئيس الحكومة لثماني سنوات قوانين عرضها الليكود بحجة أنها تهدف لمنع بنيامين نتنياهو من تولي منصب رئيس الحكومة